خليني أقول ممكن حاجة الناس متابعيها كده الأيام اللي فاتت على المواقع التواصل أو على السوشيال ميديا هي والموضوع ده وهارجع أقول متكرر زي ما بنقول سير القدسين فيه منها كتير سابوا عشان الفلوس حتى القصص الصعبة كتير فنانة يعني شابة شفناها في مسلسل بقالوا ممكن أكتر من عشرين سنة دلوقتي عائلة الحج المتولي مروى محمد اللي صورتها قدامكم دلوقتي الفرق بين الصورتين عشرين سنة في الصورة الأولانية وأنتم شايفينها كده بكامل نقطها وجمالها وهي مشاركة في المسلسل كانت لسه ممثلة مبتدئة أو يعني يكون برس شاركت في عدد من الأعمال الدرامية والصورة الثانية بعد عشرين سنة لما بقت مشاردة في الشوارع تخيالوا الفرق الكبير اللي حصل ده لكن أنا هنا في قدام حاجة يعني أسائت أو يعني أخلتني مستائة مستائة ومش قادرة أصدق إلا أنا سمعته أو شفته سمعت المداخلة لأخو مروى ولما يتسأل عن يعني إزاي مروى وصلت للحالة دي تبقى موجودة في الشارع عامل لها خيمة مشية ببطنية في البحيرة عشان تغطي نفسها من البرد خيمة معمولة كده بقماش وبطاطين ومشم عشان البرد وقاعدة فيها في الشارع متخيلين أن أخوها يرد ويقول أنه هو اللي عمل لها الخيمة دي طب أنت إزاي عملت كده إزاي سايب أختك طب بقالها قد إيه في الشارع يقولك بقالها سنتين خلنا مرمية في الشارع بقالها سنتين أخوها هو اللي عمل فيها كده أو وديها في الشارع لأن الشارع بالنسباله راحة لأنه بيته وولاده مش قابلين أنها تعيش معهم ولادي بيخافوا منها الجحود أنت عايزة تقول لنا على الجحود إن الشخص يبقى جاحد أخ يا سحي أخ كلمة أخ طبعا حد أخ أو أخت دي كده في دايرة كبيرة وقف عندها إيه كلمة أخ أو أخت وإزاي ممكن مهما كانت الأسباب سواء بقى كانت فلوس نفسيات عدم محبة يعني أو خناقة مشكلة مراطي ما بتحبهاش ولادي ما بيحبهاش أيا كان توصل لنا أرمي لحمي في الشارع إزاي ممكن إنسان تجيله الجرأة دي إزاي ممكن يوصل الجحود بيلي لكده الحقيقة طبيعة الإنسان ممكن يكون بيفكر كده من زمان بدلين الكتاب المقدس قال لا تتغاضى عن لحمك لا تتغاضى عن لحمك لحمك دول هم أهلك طبعا في وحدا يمسك المفهوم الأكبر ويقول لكل الناس لكن على الأقل أهلك أهلك دول أنت مسؤول عنهم كل خير بيجي لك كل خير أنت في إزاي تقبل على نفسك أن أنت قاعد بتتعشى أنت وعيالك وليك أخت مرمية في الشارع إزاي واحد يقبل على نفسه أنه هو بيقوم الصبح يفتر وفي أمه مش لقيه رغيف عيش يعني أنا مش متصورها يعني مش بقدر أتصور ده لكن الأمثلة دي للأسف بقت موجودة في مجتمعنا والحقيقة موجودة من زمان برضا عشان ما قدرش أقول إن هي اليومين دول لا موجودة من زمان اللي بيروح يرمي أبوه وأمه في مكانه ما يسألش عنه على فكرة أنا مثلا أنا وهيبة كنا بنتكلم قبل الحلقة عن دارات المسنين ويعني الواحد يعني ممكن يكون ليه خبرة بيشوفه بيزوره وكده فلا فيه ناس كتير بتود أهلها دار المسنين لكن بيرعوهم وبيزوروهم وبيقولوا إحنا وديناهم عشان إحنا مهملينهم في البيت وهم محتاج عندهم احتياجات كتيرة إحنا مش بنعرف نتصرف معاها لكن بيزوروهم ومودينهم مكان كويس وفي تقارب والأهل اللي بيبقوا في دار المسنين مش زعلانين بالعكس بيبقوا فرحانين ومبسوطين وبيلاقوا ناس تراعيهم وبيلاقوا ولادهم بيزوروهم فما أقدرش أقول إن ده جحود أقدر أقول إن ده شيء كويس على فكرة والثقافة دي موجودة في بلاد كتير جدا لكن الجحود إن أنت ترمي ورى ظهرك ارمي ما تسألش أبويا مين يا عم أمي مين يا عم أنا مسؤول عن امراتي وعيالي أو إن تبقى امراتك مقوياك فترمي أمك أو ترمي أختك أو ترمي أبوك الحقيقة الإنسان اللي يتغاضى عن لحمه الإنسان اللي يفرط في القريب قريبه ويقبل على نفسه كده أعتقد يعني هتبقى الأمور صعبة جدا وهي الدنيا دايرة وهتلف تلف تلف وهترجع لك تاني وتلاقي اللي يرميك أنا بشوفها كده يا أنا بشوف إن اللي مالوش خير في اللي لي في لحمك ودمك هتلاقي خير في مين مهما كان مراتك ولا مهما كان أولادك وإنت مستني منهم بكرة وبعضه لما أنت كمان تكبر تلاقي منهم دا تلاقي منهم الحب وتلاقي منهم الحنية وتلاقي منهم إنهم يقفوا جنبك تلاقي منهم مستغنوش عنك ولا يرموك ويودوك تلاقي في قلوبهم محبة ليك لكن مش جهود لأبوهم أو لأموهم كل دا هتلاقيه زائلة لو أنت اللي زرعت في الأول الإخوات اللي بيعملوا كده في بعض وممكن يرموا بعض أخ يرمي أخته ولا أخت تسيب أخوها ولا زوجها بس لمجرد أنه تعرض لظروف بعد ما كانت الدنيا معها حلوة قوي وجميلة فهي يعني زي الفل كده تمام عايشة مفسوطة معاه وفخورة به لكن يتعرض لمرض لديئة في الفلوس مش معاه فلوس فحتى ممكن هي كمان ترميه ترميه بمعنى الحرفي لأنه شفنا حالات كده الإخوات زي ما قولوا بقرر تاني الإخوات صدقوني في بيوت ممكن يبقى حالات الأب والأم صعبة شوي مديا ممكن يكونوا على خلاف مع بعض مين اللي بيسندوا بعض الإخوات مين اللي بيودوا بعض الإخوات صدقوني مهما كانت المشاكل بتيجي لحظة قدامي المشكلة ولا قدام محكمة وقفين قدامها عشان فلوس ولا مراس الدم يحني بيقولوا الدم يحني وهي قصة الأنبى بقولها كده على فكرة بالمناسبة يعني يعني وكان مشاكل بينه وبين أخوي فقال لك يعني في الآخر أنا أحسر أخوي يعني وبرضه فكر فيها من حتة دي اتنازل ساب كل حاجة لأخوي ده أنت لو بس تفتكرت اللحظات الحلوة اللي كنت بتلعبوا فيها مع بعض وأنت صغيرين ولا بتتأسموا اللقمة ولا بتتأسموا الغطى والسرير ولا كل الحاجات الحلوة اللي جامعتكم ولا على الأقل أن أنتوا كلكوا يعني زي ما بيقولوا كده من بطن واحدة يعني دم إزاي إزاي ممكن نعمل كده في بعض إزاي ممكن يجي لك قلب لده على الفكرة أنا مش بتكلم أو بأنب أو بلوم حالة أو فرد أو بتهم حد بحاجة لكن أنا بتكلم عن مشكلة بقينا بنعاني منها وبقت ظاهرة آه صحيح زي ما تقول الموضوع مش جديد وبيحصل وحصل قبل كده بس ليه زادت يعني ليه الجحود زاد ليه وصلنا للحالة دي ليه اللام وبلال اللي بقت بيننا ليه المشاعر والفتور اللي بقى بيننا ليه كل حاجة بقت غلبة علينا هي المادة بس ويلا نفسي أنا وخلاص أنا بس عايز أسأل سؤالي هيبا وإن نفس الناس تجاوبنا عليه النهر ده في بداية اليوم أحيش أصدرنا ننكد عليكم على فكرة يعني إحنا بس بنتناقش يعني كده في بداية اليوم في المشاكل اللي حوالينا يعني اللي وصل الإنسان مش إنه هو يبقى قاسي إنه هو يبقى جاحد يمكن قاسي دي مع إنه إحنا بنعتبرها صعبة قوي لكن جاحد دي بتعبر عن حاجات كتيرة جدا منها قصاوة القلب إن الإنسان يجي له نوم ويقعد كده ويفطر ويتغدى ويتعشى وليه حد من لحمه مرمي في الشارع مالوش مكان يسك مالوش أربع حيطان يقعد فيهم مالوش أكل وشرب ما بيأكلش ويشرب يعني أنا بأكل وبيتبقى رغفين تلاتة وبيتبقى أكل بيترمي وبيتبقى وبيتبقى وأنا أخوي أو أختي مرمي في الشارع حتى لو مش بتبقى حتى لو من احتياجك أو من الحاجاتك الأساسية وإنت عارف أن أخوك أو أختك محتاجين على فكرة الأخ والأخت دول يعني قد إيه لوحدة ممكن تبقى الدنيا تديق بيها ولا جوزها صعب شوية ولا عندها مشكلة دايما الملجأ الأول لها بيبقى أخوها تجري عليه وبتتحامى فيه وبتترمي في حضنه ولادها يبقى دخاله اللي هو زي بابا وأغلى مشاعر كده سيدوني ما تتوصفش يعني وهو مهما الدنيا كانت صعبة بيه بيلاقي في أخته اللي كأنها أمه اللي يجري عليها ويحكي لها يعني مشاكله يترمي في حضنه أخته بقى يعني في حس حتى لو هي أصغر منه يعني لو دي أخته الصغيرة يحس معاها أن هي أمه إخوات حطه خطة تحت إخوات دي إحنا زي ما قال مش قصدنا أن إحنا بس نقوم لحاجة تزعع على الصبح بس نفسنا أنا كده نقف ونرجع حساباتنا مرة تاني نفسنا نرجع الدم بتاعنا حين نفسنا يكون عندنا مشاعر مشاعر إنسانيتنا ترجع مرة تاني بالمناسبة طبعا فيه مؤسسة يعني متخصصة في إنقاذ الإنسان والحالات اللي زي كده اتبنت حالة مروة وهتاخدها عشان يكون لها مكان وأتمنى أنه برضو كل واحد فينا لو فيه مشاكل بينه وبين أي حد وبين أقرب الناس لي نعمل وقفة ونرجع حساباتنا مرة تانية ونرجع إخوات وطبعا لو فيه حاجة غلط عاملنا في حق أب أو أم وبردو نرجع مرة تانية نرجع حساباتنا